توفي المسرحية الأخيرة كان قصدك إيه؟ كان قصدي البيت والعيلة واللمة والأشياء اللي احنا ما بقى اللي احنا يعني افتقدناها افتقدناها بشدة في حياتنا يعني الجيرة والعيلة يعني أنا أذكر أن أنا في السبعينات مثلا كنت أذكر في عمارة فيها 67 شقة كلنا عارفين بعض كلنا عارفين بعض وعارفين بعض بالأسماء وبالأمهات وبالآباء وبالإخوات وكان في حاجة غريبة إزاي نشأت دي وإزاي دلوقتي البيوت الصغيرة اللي هي فيها خمس ستة أماكن ولا حاجة ما يعرفوش بعض وما يهتموش يسألو على بعض ولا حتى يعني الناس بتشوف بعض تفكر أن أنت أضيف ما أنتش صاحب البيت من كتر انعدام التواصل اللي بقى موجود وما كان يقصد به التواصل الاجتماعي هو اللي قطع التواصل الاجتماعي هو اللي خلنا بنعيش في جزر منعزلة كل واحد حاطته يشوف تليفونه وظن أنه هو مطلع على كل حاجة لكن في الواقع اللقاء الإنساني ده يعني وسأل التواصل الاجتماعي يعني أنهت التواصل الحقيقي عملت عزلة عزلة حتى داخل البيت داخل البيت نريد أن أقول لحضرتك أنه كل واحد يبقى مسك تليفونه جوه البيت أي يعني وساعاتا ما تبقى مكسل شوية تقوم لحد ممكن تبعث له رسالة من وإنت موجود أنا فاكر إحنا كنا بنتغدى مع بعض كل يوم وفاكر إنه كان فيه وقت كلنا بننم فيه علشان نسحن نذاكر وعلى شان نسحن نعمل وأنا فاكر إنه كان فيه حياة جميلة كنا مستمتعين بيها كان عندنا تواصل شديد كان عندنا وقت العائلات بتتفق وتروح فيه المصير في الصيف كلها مع بعض يعني هذا التلاحم والتواصل والدفع والعشرة والجيرة واللمة والأخلاق وصلة الرحم وكل الحاجات اللي افتقدناها دي